السلام عليكم ورحمة الله معكم أمير علي من قناة الجنسية الأمريكية مع أمير علي اليوم راح أعلمكم طريقة إيجاد معلوماتكم الشخصية الخاصة بالولاية مثلا في امتحان الجنسية أعتقد خمسة أو أربعة سئلة ضروري أنه تعرف معلوماتها مثلا من هو نائبك من هو السيناتور من هو حاكم ولايتك ما هي عاصمة ولايتك وما إلى ذلك طبعا الطريقة سهلة جدا أضغط على الرابط هذا أينما وجدته مثلا على مواقع التواصل تبعنا أو عن طريق كتابة الرابط فقط تكتب ameerusa.com تضغط عليه راح يوجهك إلى هذه الصفحة صحيح تنزل إلى تحت راح تشوف هنا أول فيديو طبعا أي فيديو نزل بالقناة جديد راح يكون هو موجود على موقعنا الرسمي أيضا تقدر تضغط على الفيديو وتشغلها وتستمع أيضا هذه الروابط كلها راح تشوف كل مواقع التواصل للاجتماع الخاصة بنا وأيضا بعض الروابط المهمة وأيضا شهادات الناس نجاحهم يحكون تجربتهم في الفيديوهات مثلا حاليا نحن نبحث عن معلومات الولاية راح تشوف باللون الأزرق مكتوب معلومات الولاية مهمة جدا تضغط عليها راح يوجهك إلى هذه الصفحة الأخرى أيضا تنزل إلى أسفل راح تلاحظ مكتوب نائبك السيناتور حاكم الولاية عاصمة ولايتك قاضي القضاءات رئيس مجلس النواب كل هذه المعلومات مثلا نائبك تضغط على نائبك هنا تكتب الزب كود تبعك يجب أن يكون نفس الزب كود تبع الوان بيتك مثلا أنا 37207 تضغط على الزر الأحمر ويتلاحظ هنا يطلع عندك اسمه بزر الرجوع تضغط ترجع راح تشوف السيناتور تضغط عليه راح تلاحظ بهذا المكان تضغط هنا تختار اسم ولايتك مثلا تنسي بعدها تضغط على الزر ويتلاحظ هنا مثلا أنا عندي في ولاية تنسي مارشا بلاك برن ترجع بزر الرجوع ايضا حاكم الولاية مثلا تضغط على حاكم الولاية بس تختار اسم ولايتك من هون تنزل إلى تحت مثلا أنا تنسي تضغط على go راح تشوف اسم الـ بيل هذا تبع ولاية تنسي ترجع ايضا بزر الرجوع راح تشوف عاصمة ولايتك تضغط عليها بعدها تنزل إلى اسفل هنا تبحث عن اسم الولاية مثلا نحن ولاية تنسي راح تشوف مكتوب تنسي هنا وهذه عاصمة الولاية ناشفل طريقة سهلة جدا هذا كل ما في الأمر ايضا مثلا قاضي القضاء تضغط عليها راح يوجهك إلى هذه الصفحة مثل ما تشوفون نفسه ما تغير ويضا عندك رئيس مجلس النواب تضغط عليه راح يوجهك إلى هذه الصفحة مثل ما تشوف بالأعلى مكتوب نانسي كالوسي لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو معكم من يحتاج إليه ويضا يمكنكم شراء كتابنا ايضا من موقعنا اميروسا.com اميروسا.com